مي فاميليا فودرو إفغيني نيكلايش اسمي إفغيني فودرو، أنا رقب أول خدمت في لواء مشات البحرية 810 الوحدة الأسكرية 143 مدينة سباستوبول في هذا العام وقعت عقداً مع وزارة الدفاع الروسية وكنت في سباستوبول في سلاح البحرية اللواء 810 بعد ذلك كنت في مقاطعة خيرسون ومن مقاطعة خيرسون تم نقلنا لتغزيز حدود الدولة في كورسك وصلنا إلى هناك في الخامس من أغسطس في نفس اليوم الذي بدأ فيه الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون على وجه التحديد وصلنا إلى مقاطعة خيرسون وقيل لنا أن الوضع بالقرب من الحدود تحت السيطرة كان كل شيء هادئاً ولم تكن هناك أعمال عدائية أو قتال أو أي شيء تمركزنا في بعض القرى وقيل لنا أن نستعد لفصل الشتاء هذا ما أخبرونا به كان الأمر كما لو كنا ذاهبين إلى موقع مختلف لم يكن لدينا أي معلومات على الإطلاق عما كان يجري هنا وفي اليوم الذي وصلنا فيه أي في الخامس من الشهر بدأ الهجوم أرسلنا لممارسة السيطرة على الطريق وبمجرد اقترابنا من الطريق بدأ القصف بكذائف الهون على الفور هجمنا بكذائف الهون والمضفاعية يبدو أنهم كانوا ينتظرون قدومنا وبدأ القصف على الفور بعد فترة زمنية ربما نصف ساعة سمعنا عبر لاسلك أن هناك قتالاً يدور في المكان الذي أتينا منه لذلك كنا محاصرين بالفعل في غضون ساعة تقريباً بمجرد دخولنا القرية بعد ذلك وصلت ناقلات الجنود المدرعة وبدأت في إطلاق النار علينا بالرشاشات ذات الهيار الكبير والبنادق الآلية وبطبيعة الحال طلب مننا الانسحاب والعودة ولكن بما أننا اضطررنا للذهاب تحت إطلاق النار لمسافة عشر كيلومترات تقريباً كان علينا أن نسلك طريقاً طويلاً ومن البديه أن نبدأ في الانسحاب ولمدة ثلاثة أيام وثلاثة ليالي كنا نهرب من الخسار وفي النهاية استدامنا بمواقع القوات المسلحة الأوكرانية المعدة مسبقاً كيف تمت مهاملتكم؟ عاملتنا القوات المسلحة الأوكرانية بشكل جيد آني لم يضربنا أحد أو أي شيء من هذا القبيل لقد تم أسرنا حسناً إنهم قيدون ولكن هذا التصرف طبيعي من أي جيش ثم أخذونا لا أعرف بعيون مغمضة إلى نوع من غابة كما فهمت على أراضي أوكرانيا بالطبع كنا نصدق ما قيل لنا عنهم أنهم سيقتعون أطرافنا وأصابعنا وأجزاء أخرى من أجسادنا وسيعذبوننا ولكن لم يخدث شيء من هذا القبيل لم تكن هناك اعتداءات جسدية على الإطلاق الشيء الوحيد الذي حدث هو أنني كنت مقيداً برأيك لماذا تجهلك الدعاية الروسية تصدق كل ذلك؟ هذا لأنهم لا يريدوننا أن نستسلم لهذا السبب يخصل الجميع على قنابل يدوية فقط قد ملواخدة لتكون معك آني إذا تم القبض عليك فعليك أن تفجر نفسك في رأيك لماذا تحاول السلطات الروسية تجنب أي معلومات عن مقاطعة كورسك على الإطلاق؟ بعد كل شيء إنها أرض روسيا وليست أوكرانيا حسناً، ربما هو لا يصدق حتى الآن ما خدث وفشل الدفاع الروسي في هذه المنطقة تحديداً لماذا لم يتم ذكر ذلك في الصحف؟ لا أستطيع حتى التفسير ذلك ربما لأن الخسائر كبيرة جداً بالنسبة للبلد كله حيث مات الكثير من المجندين في الواقع الجزء الأكبر من الذين خدموا هناك كانوا مجندين ولم يكن من المفترض أن يكونوا هناك على الإطلاق وبأمر من الرئيس بوتين، لم يكن من المفترض أن يكون المجندين هناك ربما هذا هو السبب لتجنب إثارة موجة الكراهية أو الغضب أو أي شيء آخر ربما لهذا السبب يتم التكتم على كل شيء ولكن في الوقت نفسه يعمل الإنترنت ربما يتم كل شيء ويمكنك أن ترى كل شيء هناك الناس يفهمون ما يجري ويمكنهم رؤية الوضع الحقيقي ربما بعد مقابلة هذه عندما أعود إلى الوطن سيتم سجني لمدة عشر سنوات لا تقلق بشأن ذلك لماذا لا أقلق؟ مكتب بوضوح في العقد أنه خلال هذه الفترة يجب أن لا نتحدث عن قواتنا المسلحة بشكل سيء وإذا قمت بذلك سيتم سجنك لمدة خمس سنوات بما أن الدولة هي جهاز العنف لا تربح الدولة والسلطة من تعبير الناس عن آرائهم إذا هبروا عن آرائهم بكثرة فستكون هناك خلايا نائمة تنهض خدست العديد من الثورات في الجمهوريات السوفيتية السابقة بسبب ذلك لا أعرف ربما لهذا السبب أجهزة الأمن قلقة على حياتها الخاصة أولاً وقبل كل شيء وليس على الناس العاديين أولئك الذين تمت تعبئتهم منذ عام 2022 لا أحد يريد الحرب لا أحد يريد المشاركة في هذه الحرب دعنا نقول 90% ربما هناك بعض الأشخاص الذين يريدون الحرب أولئك الذين لا يستطيعون العيش بدونها حسناً هؤلاء الناس دعنا نقول هم ببساطة مرضى كان هناك بعض الأخديث والشائهات أن نهاية خدمتنا ستكون في الخريف الآن بعد أن حدث كل هذا في مقاطعة كورسك لا أعرف كيف سيكون الأمر قيل لي إذا كنت عامل بناء فستغفر الخنادق وإذا كنت الرجل دبابة فستكون على الدبابة وإذا كنت الرجل المدفاهية ستكون في المدفاهية وهكذا أنت تعرف ما أعنيه ولكنهم في الحقيقة يحاولون تخطئة الحصائر باستخدام كل هؤلاء الذين تم تعبئتهم ويتقد رجالنا أنهم سيخدمون في مجال تخصصهم ولن يشاركوا في الآمال العدائية ولكن كما ترون كنا في الخط الأمم عندما تم أسرنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر